السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جدا إذا تبعزوكم من تشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس ومنا بلايك عشان يوصل لكم اليدين والآن وفيكم بغرق فندق عائم في مصر ووزارة السياحة توضح شهادة كورنيشيني لا وسط مدينة الأقصرة في صعيد مصر حيالسة ميل لفندق سياح عائم غرق جذي اليوم لحد من دون وقوع أي صابتنا وخثائر في الأرواح فيما أوضحت وزارة السياحة والأثار أن الفندق بتوقف عن العمل وليس قيد التشغيل السياحي وأكدت أنه لم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجال منذ نهاية مارس الماضي نظرا لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به كما أضافت في بيان أن الفندق يشهد عمال التطوير والتجديد الهدمة به ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات من قبل وزارة السياحة والأثار لتجديد ترخيصه إلى ذلك توجهت لجهة من ممثل الإدارة المركزية للمشاهدة الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في الوزارة والجهات المعنية إلى موقع الحادث التحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي وبهذا قد أفعيناكم بغرق فندق عائم في مصر ووزارة السياحة توضح لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس دعمنا وضعيك والسلام عليكم ورحمته وبركاته